موسيقى السادة المشاهدين السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات اهلا ومرحبا بكم الى هذه النشرة الاخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية والبداية كالمعتاد بابرز العنوين موسيقى بن عمر يعود الى صنعام جددا لاعداد تقريره القادم لمجلس الامن موسيقى البيضاء تشكو العطش وثورة السلمية تعيد رياضة حجة الى الواجهة موسيقى 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 مستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم وصل الى صنعاء اليوم مستشار الامين العام للامم المتحدة جمال بن عمر في زيارة لبنادنا وذلك في اطار مهمة متابعته للجهود التي تقوم بها الامم المتحدة من اجل دعم العملية السياسية في اليمن واضح بن عمر انه سيقوم بخلال هذه الزيارة بعداد تقريره الخاص بالعملية السياسية في اليمن والذي سيقدمه لمجلس الامن خلال الاسابيع المقبلة فضلا عن التهيئة الاجتماعي اصدقاء اليمن الذي سيوقد في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر القادم وقال بن عمر في تصريح لوكالة سبا انه سيلتقي بفرق العمل في مؤتمر الحوار وهيئة الرئاسة ولجنة التوافق من اجل بحث دعم الامم المتحدة للمجهودة الذي يقوم به المؤتمر في سبيل الخروج بمخرجات تخدم العملية السياسية في اليمن اكد وزير الداخلية لو عبدالقادر قحطان ان الوضع الامني في اليمن يتحسن بشكل مستمر وبنسبة كبيرة وان الاجهزة الامنية تقوم بواجبها في مكافحة الارهاب والخارجين عن القانون وبسط سيادة النظام والقانون مبينا ان الاجهزة الامنية تمكنت خلال الفترة المنصرمة من ضبط اكثر من خمسين الف قطعة سلاح نوع مسدس والتي دخلت الى البلاد على انها العاب اطفال بالاضافة الى ضبط كميات كبيرة من الاسلحة المهربة والمخدرات وثمن وزير الداخلية مواقف الحكومة الايطالية الدائمة لحكومة الوفاق والانتقال السلمي للسلطة في اطار المبادرة الخارجية والياتها المزمنة بالاضافة الى ما تقدمه لتطوير منظومة الرقابة الرادرية لشرطة خفر السواحل اليمنية وبما يؤمن الشريطة الساحلية للحد من عمليات التهريب ومكافحة الارهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية جاء ذلك خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الايطالية لابو بيستيلي والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا احتشد العشرات من مواطني حي الوحدة حارة ثمانية واربعين يوم امس لأداء صلاة جمعة اين النور احتجاجا على قيام نافذين بنهب مولدات الكهرباء الخاصة بالحي ما تسبب بانقطاع طيار الكهرباء عن الحي منذ اسبوع المحتجون اتهموا مدير منطقة الكهرباء الثالثة بالوقوف وراء تلك الحادثة وطالب المحتجون وزير الكهرباء بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في نهب مولدات الكهرباء واقالتهم وكشف من يقف وراءهم والذين يريدون انتشار الفوضى في البلاد حد قولهم افتتح اليوم بصنعاء وكيل وزارة الاوقاف لقطاع الحج والعمرة محمد محمد الاشول ورئيس الوفد القطري الزائر اليمن برئاسة عائض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الامنا والمدير العام لمؤسسة راف القطرية الخيرية مسجد سالم راشد الهاجري بالعاصمة صنعاء بتكلفة خمسمائة وخمسين الف ريال قطري والذي نفذته جمعية الاصلاح الاجتماعية الخيرية وعبر رئيس الوفد عن شكره وتقديره للسلطات اليمنية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة في الجوانب الادارية والقانونية وكذلك في العمل الانساني الخيري لمؤسسة راف الخيرية باليمن اقامت مؤسسة الشافعية الخيرية الخيمة الدعوية المتنقلة في احياء مديرية سيئون ويقول مؤسسة الخيمة الدعوية انهم يقومون بتقديم خدمات الاشريطة القديمة باخرى تحتوي على العديد من المواد الدعوية والتربوية المفيدة وذلك في اطار استعداد الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك الى مدينة البيضاء حيث يعاني اهلي وسكان المدينة من شحة المياه وزحمة الطوابير على الابار اليدوية المكشوفة وغياب المشاريع الحكومية للمياه نتابع هذه هي مدينة البيضاء تعاني من شحة المياه وغياب المشاريع الحكومية للمياه والتي لا تتعدى مشروع مياه واحد ايام توقفه واثر من ايام تشغيله مشكلة المياه في البيضاء هي مشكلة قديمة مرت كثير من السنوات ولم تحل هذه المشكلة كذلك المشروع العام لم يستفيد منه الا القليل كناس معينين اقل من نصف النصف فقط من حارات احياء المدينة موصولة بشبكة المياه اما غالبية السكان هنا فيعتمدون على الوسائل الخاصة لنقل المياه وتدفاوت الحارات الموصولة بالشبكة في الحصول على الماء من حارة الى اخرى فمنها ما تصلها المياه بعد اسابيع ومنها ما يتعدى الدور فيها الى اشهر ومنها ما يتجاوز اكثر من ذلك دون ان تصلها مياه المشروع تعاني من قلة وشحة المياه المشروع حق المياه تعاني مستفيدين منها اشخاص معينين تلقى بعض الحارات توصل اليها المياه وبعض الحارات لا توصل اليها المياه الانسي الذي هو على البيت يبيعه بزرط الاشخاص معينين وفي الوقت الذي يشكو فيه اهالي وسكان مدينة البيضاء من شح المياه وزحمة الطوابير على الابار اليدوية ظهرت امامهم مشكلة التلاعب بمياه المشروع الحكومي الذي تحيطه الابار الخاصة من كل جانب فبالاضافة الى شح مياه المشروع وقلت ساعات تشغيلها مرتبطة بتشغيل الكهرباء والتي لا تتعدى ست ساعات فقط يتم باع مياه المشروع اصحاب الناقلات والخزانات الخاصة اثناء زيارتنا مع عدد من المفتصين والمواطنين المحتاجين الى مشروع المياه الحكومي صادفنا وجود احد المواطنين الذين يقومون ببيع مياه المشروع وتم تحرير محضر ضبط واثبات للواقع من قبل المختصين غيران ذلك لم يغير في الواقع شيئا الحقيقة ان هناك في سوء توزيع واستغلال لعملية توزيع الماء خاصة الابار الموجودة في سد مدينة البيضاء لك ان هناك يوجد اشخاص يتحكموا في هذه الابار ويقوموا ببيع الاشخاص معينين وهذا ضعف السلطة المحلية وعليها تعديل هذا الامر ومتابعة المفسدين ومحاسبته وبعد ان انتقلت شبكة المياه من الانقطاع المؤقت الى الانقطاع الدائم التحق المواطنون الذين كانوا يعتمدون عليها القالبية العظماء من سكان المدينة الذين يتقاسمون مياه الابار المكشوفة داخل المدينة وخارجها منهم من يواجد شحة المياه بشراء وايتات الماء ومنهم من يستمسك بمطايا الحمير واخرون يكتفون بما تحمله النساء والاطفال من اوعية بدائية لتوفير شربة ماء البوجة العان الكبيرة ب5000 ريال والسغرة ب3000 ريال صغيرة توجهنا الى المؤسسة المحلية للمياه لطرح معاناة واتساؤلات المواطنين غير اننا وجدنا مشكلة اخرى داخل المؤسسة حيث تم اغلاقها من قبل موظفيها في محافظة شبوة دشنا اليوم او دشنا اليوم مدير عام مكتب التربية بالمحافظة الاستاذ علي عامر امتحانات تحفيظ القرآن الكريم لمستوى الثانوية العامة وقد تقدم الامتحان 47 طالبا وتسعة عشر طالبا في عموم المحافظة وشكر الاستاذ علي عامر وزارة التربية والتعليم على اهتمامهم بجيل القرآن الكريم في محافظة شبوة واضف الى ان هذا المركز الناشئ الذي يتم تنفيذه لاول مرة في المحافظة سيكون بادرة خير لاقامة مراكز متعددة هذا اليوم ان نجشن امتحان تحفيظ القرآن الكريم لمستوى الثانوية العامة في محافظة شبوة وهو يعتبر المركز ناشئ في محافظة شبوة اول مرة في محافظة شبوة يتم عمل مركز امتحاني لحفاظ القرآن الكريم في مستوى الثانوية العامة واليوم يتقدم للامتحان 47 طالبا وتسعة عشر طالبة ونتمنى ان شاء الله ان تكون هذه بادرة خير وان تكون نواف لمراكز متعددة في محافظة شبوة ما زلنا ايضا في شبوة حيث دشنا اليوم الاستاذ احمد علي بحاج محافظة المحافظة اعادت تأهيل سفلة شوارع مدينة عتق عاصمة المحافظة بتمويل صندوق صيانة الطرق لمساحة اثنين كيلو متر بتكلفة اجمالية قدرها مائة وثلاثة وستون مليون ريال يمني واشهد محافظة بالجهود التي تبذل لعادة تأهيل شوارع مدينة عتق بعد ان كانت مهيئة للتلف وقال ان هذا المشروع سيلمس المواطنون اثره في جميع مدريات المحافظة والذي يستادف شوارع مدينة عتق القديمة مبينا ان هناك جهودا تبذل لاكمال سفلة الشوارع الفرعية في جميع حارات المدينة وفي الوقت الذي تعطلت فيه كافة الانشطة الرياضية لمكتب الشباب والرياضة بمحافظة حجة وضاعت فيه المواهب نتيجة اهمال السلطة المحلية وتهميشها للكوادر والطاقات تبزغ بوادر امل جاءت من رحم ثورة الاتحاد العام لشباب كعيدنا نموذجنا للاهتمام بالشباب وتفعيل الطاقات نتابع للرياضة في كعيدنا شأن ومكانة فهي من يمتلك ناصية الجنهور ويفوق شعبية السياسة ويتجاوز قبيلة الشيخ تصنع من نتائج هذا المشهد الرياضي الكبير ملامح مستقبل واعد يمنح الصوت فيه لمن يمتلك الكفاءة ويستحق التشجيع حشد جماهيري كبير تصدره حضور وكيل محافظة حجة الدكتور ابراهيم الشامي وقيادة السلطة المحلية بالمديرية وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية أتمنى أن ينجح الرياضيون في دع المال أن يستطع عليهم السياسيون أتمنى على الرياضيين أن يكونوا سفر سفراء للأنفة والمحبة والأفوة والتكامل والتعاون أتمنى أن نرى الجميع يرضعون أيديهم لبناء مديريتهم وبناء محافظتهم هذا الوطن العظيم فعالية رياضية متميزة اختتم من خلالها الاتحاد العام لشباب كعيدنا القادم من رحم الثورة اختتم فعاليات الدورة الرياضية الأولى لكأس الاتحاد للعام 2013 في خطوة شبابية نوعية تهتم بالمواهب وتنمي القدرات حاضرا ومستقبلا بصراحة الاتحاد يعني على كثير المشاكل والاتحاد دام لدعم ذاتي والحمد لله بيعون الله تم التوفيق اليوم يعني اختام الدورة الأولى للاتحاد الرياضي إن شاء الله وستثوى الدوري على مستوى ثلاثة السنوات الكادمة إن شاء الله دور يحشق الرياضة وفد من مختلف عزل وقرى المديرية وفريق رياضي امتلك مهارة أهلته لنيل لقب البطولة واستحقق أس الاتحاد ليكون بذرة أمل تنمو في الساحة الرياضية بالمحافظة يشارك في منافسات على مستوية عليا وليس ذلك ببعيد عبد الحمد الأشوال لقناة سهيل الفضائية محافظة حجة ختام النشر عضو فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء بن عمر يعود إلى صنعاء مجددا لإعداد تقريره القادم لمجلس الأمن البيضاء تشكو العطش والثورة السلمية تعيد رياضة حجة إلى الواجهة والمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما زوروا موقعنا على الانترنت كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة